السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم هشام في درس جديد. درس اليوم هو توازن جسم خادع لقوتين. بالفرنسية هذا الدرس موجه للسنة الثالثة اعدادي. اولا ماذا نعني بجسم في توازن. لنأخذ بعض الامثلة. اذا في المثال الاول تلاحظون طائر يحط على غصن. اذا هذا الطائر في توازن. لماذا? اذا هذا الطائر في توازن. اولا هذا الطائر يخضر لمجموعة من التأثيرات او مجموعة من القوى. هناك تأثير الغصن. اذا تأثير الغصن يدفعه نحو الاعلى. وهناك ايضا قوة اخرى نسميها بوزن الطائر. او كما سمينا من قبل تأثير الجاذبية على الطائر. اذا هذا الطائر في توازن. لماذا? بكل بساطة لانه يخضع لقوتين. لكن مفعول هاتين القوتين لا يظهر. مفعول هاتين القوتين لا يظهر. كيف ذلك? اذا قلنا هناك قوة تحاول جذب الطائر نحو الاسفل ليوزن الطائر. وهناك قوة معاكسة تدفع الطائر نحو الاعلى. اذا هاتين القوتين تتصرفان او تحاولان اه القيام بالتأثير على الطائر بشكلين متعاكسين. لكن المفعول الاجمالي لهاتين القوتين لا يظهر. مما يجعل الطائر يبقى في سكون بالنسبة لمرجع مرتبط بالارض. اذا نقول ان الطائر في هذه الحالة هو في توازن. عندما يكون جسم ساكن في مرجع مرتبط بالنسبة الى الارض. نقول انه بكل بساطة انه في توازن. ايضا مثال اخر نفس الشيء. هنا قارورة موضوع على طاولة. هذه القارورة ايضا في توازن. لماذا? لانها ساكنة بالنسبة لمرجع مرتبط بالارض. رغم انها تخضع لمجموعة من القوى. لكن هذه القوى مفعولها لا يظهر. مفعولها الاجمالي لا يظهر. اذا مثال اخر. هنا شخص يتزحلق على الجليد. اذا افترضنا ان هذا الشخص يتحرك بسرعة ثابتة وفي مصار مستقيمي. نقول ايضا ان هذا الشخص في توازن. لماذا ايضا? رغم انه في حركة. ان هذا الشخص ايضا يخضع لتأثيرين. تأثير السطح الذي يتزحلق عليه. وايضا تأثير الوزن او القوى المطبقة من طرف الجاذبية. اذا هذا الشخص ايضا في توازن. لماذا? لان مفعول او المفعول الاجمالي لهاتين القوتين لا يظهر. اذا هو في حركة بسرعة ثابتة. اذا هذه الحركة اذا ليست لها علاقة بالقوتين المؤثرتين عليه. الجاذبية تجذب حول اسفل وتأثير السطح نحو الاعلى. ومفعول هاتين التأثيرين اللي هم اللي كي نطبط الحال. اذا هو مفعول مونعادي. اذا نقول ايضا ان الشخص في جوازن. لكن بشرط يجب ان يكون في في مصار مستقيمي وبسرعة ثابتة. لانه في حالة انه كان كانت سرعته تتغير او كان او كان مصار غير مستقيمي ستظهر مجموعة من القوى لن تبكي الشخصة في توازن. لن لا داعي لذكر هذه القوى ستدرسونها في السنوات المقبلة. اذا يجب ان يكون شخص في يسير في مصار مستقيمي وبسرعة ثابتة. اذا في هذه الحالة ايضا نقول انه في توازن. اذا فهمنا ما معنى جسم في توازن. يعني انه ساكن بالنسبة لمرجع مرتبط بالارض. او انه يسير او يتحرك في في حركة مستقيمية وبسرعة ثابتة. الان سناخذ مثال لدراسة هذه التأثيرات وهذه الحالة من التأثيرات الميكانيكية. اذا سناخذ جسم صلب وسنعلقه بدينامومترين او سنربطه مع دينامومترين دي واحد و دي اثنين. اه هذا الجسم الصلب اولا هو جسم خفيف جدا كتلته خفيفة جدا. اذا سنعرف بعد ذلك لماذا. اذا مثلا قطعة كارتون. سنعلق قطعة كارتون من جهتين من الجهتين بواسطة دينامومترين دي واحد و دي اثنين. اذا لتكون المجموعة المدروسة هي الجسم الصلب او قطعة الكارتون. اذا هذا الجسم يخضع على مجموعة من التأثيرات او مجموعة من القوى. لنقوم بجرد هذه التأثيرات. اذا نعتنا القوة المطبقة من طرف الدينامومتر دي واحد. اذا الدينامومتر دي واحد يجر نحو اليمين. وعدنا دينامومتر اخر يجر نحو اليسار وهو الدينامومتر دي اثنان. نسمي هتين القوتين اف واحد و اف اثنان. اه واستطافيات شريكين لا مازال هناك قوة ثالثة وهي تأثير الجاذبية او كما سمينا في الدرس السابق وزن الجسم. اذا جسمنا يخضع لكم من تأثير او كم من قوة يخضع لثلاث قوة. اذا جسمنا في توازن. لماذا? لانه ساكن بالنسبة لمرجع مرتبط مع الارض. اذا جسمنا في توازن وخاضع لثلاث قوة. لكن اذا اهملنا وزن الجسم امام القوتين الاخريتين. اه شكرا اللي يعطينا الحق باش نهملوا هذه القوة هذه. اذا قلنا في البداية سنأخذ جسم مثلا قطعة من الكارتون. اذا الكارتون خفيف جدا. اذا اذا قررنا تأثير وزن الجسم يعني تأثير الجاذبية على الجسم امام القوتين المطبقتين من طرف الدينامومترين يمكن اهمال هاتين او يمكن عفوا اهمال وزن الجسم. يعني يمكن يمكن اهمال تأثير الجاذبية على هذا الجسم. اذا يصبح لدينا كأن الجسم كأن هذا الجسم يخضع لقوتين فقط. اذا يصبح كأنه في توازن وخاضع لقوتين. اذا لندرس هذه الحالة بشكل اكتر تفصيل. اذا لدينا جسم في توازن وخاضع لقوتين. لندرس هذه القوتين. اذا عندما نريد دراسة القوة اذا ماذا نحدد؟ نحدد نقطة تأثير خط تأثير والمنحة وشدة القوة. اذا القوتين التي سندرس هي القوة F1 المطبقة من طرف الدينامومتر D1 والقوة F2 المطبقة من طرف الدينامومتر D2. لنحدد نقطة تأثير. اذا بالنسبة الدينامومتر D1 ستلاحظ انه مرتبط مع قطعة الورق في النقطة A. اذا في نقطة التأثير هي النقطة A بالنسبة القوة الثانية. نقطة التأثير ستكون هي النقطة B. هي مكان التمس. خط التأثير خط التأثير. اذا إذا شفنا مفعول تأثير دينامومتر على قطعة الكارتون سنلاحظ ان هذا المفعول يتم وفق مستقيم آآ يمر عبر النقطتين A و B. اذا يمكن ان نسمي هذا المستقيم اي باي اسم او ان نستغل هاتين النقطتين لتسمية هذا المستقيم. اذا خط التأثير سيكون هو المستقيم A B. نفس الشيء بالنسبة للدينامومتر D2. اذا مفعول تأثير يظهر وفق المستقيم نفس المستقيم. اذا خط التأثير سيكون نفس المستقيم. المستقيم A B. المنحة. المنحة بالنسبة للدينامومتر D1. اذا منحة التأثير او منحة هذه القوة اذا من A نحوها اليمين. او باختصار نحو اليمين. اذا منحة نحو اليمين. بالنسبة للقوة الاخرى المنحة نحو اليسار. بالنسبة للمميزة الثالثة وهي الشدة. اذا سنقرأها مباشرة على الدينامومترين إذن تلاحظون أن الشدة تسوي كم أربعة نيوطن في الحالة إذن حددنا جميع المميزات إذن ماذا نلاحظ بالنسبة لنقطة التأثير نلاحظ أنها مختلفة إذن ليس هناك شيء خاص لذكره بالنسبة لخط التأثير نلاحظ أن هاتين القواتين لهما نفس خط التأثير المنحة واحدة إذن قوة تؤثر نحو الدينامومتر يؤثر نحو اليمين والآخر يؤثر نحو اليسر إذن المنحين نلاحظ أنهما متعاكسان بالنسبة للشدة نلاحظ أن الشدة هي نفسها إذن القواتين لهما نفس خط التأثير ونفس الشدة ومنحين متعاكسان إذن ماذا نستنتج هذه الملاحظة التي لاحظناها إذن سنقوم بتعميمها عندما يكون جسم صلب في توازن وخاضع لقوتين فإن هاتين القواتين لهما إذن ماذا نقصد بعدها بجسم في توازن نذكر مرة أخرى إذن جسم في توازن قلنا أنه يخضع لمجموعة من القوى ونحن نضرع إلى جرس القوى بالضبط فهذا الترسادة إذن يخضع لقوتين وهاتين القوتين قلنا لا يظهر مفعولهما إما أن يكون ساكن أو أن يكون في حركة بسرعة بسرعة أو في مصر مستقيمي نحن نركز كثيرا على الأجسم التي تكون في سكون للتبسيط إذن عندما يكون جسم في توازن وخاضع للقوتين فإن هاتين القوتين لهما نفس خط التأثير نفس الشدة ومنحياني متعاكسين إذن ما لاحظنا في التجربة وهي مسألة عامة إذن يكون الجسم في توازن خاصة تحقق هذه الشروط التلاتة خاصة القوتين يكون عندهم نفس خط التأثير نفس الشدة إذن خاصة شدة التأثيرين أو القوتين يكونوا قد قد باش يقدروا وحدة تعوض الأخرى إذن ومنحياني متعاكسين إذن العقلته قبل ما نتكلمنا على طائر طائر كان في خضاء التأثيرين هذين التأثيرين أو هاتين القوتين متعاكستين المنحة إذن جاذبية كانت تجروا الطائر نحو الأسفل والغسل يدفع الطائر نحو الأعلى إذن هذه الشروط التلاتة التي توصلنا إليها نسميها ماذا؟ نسميها شروط التوازن إذن باش يكون جسم في توازن يجب أن تتحقق هذه الشروط التلاتة إذن لمعرفة أهمية هذا القانون أو هذا القانون التوازن نأخذ تمرين تطبيقين نعتبر الشكل جانبه إذن في الشكل ماذا نلاحظ؟ لدينا نابد وقمنا بتعليق جسم على النابد في أحد طرفي النابد إذن هذا الجسم نعتبر أنه كتلته 400 قرام إذن كما نلاحظ في الشكل الجسم هنا ساكن بالنسبة لمرجع المرتبط بالأرض إذن الجسم نقول أنه في توازن الجسم في توازن ويخضع لكم من تأثير؟ يخضع له تأثيرا أو قوتين لنقوم بجرد هاتين القوتين إذن كي ندنا القوة المطبقة من طرف النابد إذن النابد يحمل الجسم إذن يؤثر عليه يطبق عليه قوة والقوة الثانية هي وزن الجسم أو بعبارة أخرى تأثير الجاذبية أو القوة المطبقة من طرف الجاذبية لنأخذ السؤال الثاني حدد مميزات القوة المطبقة على هذا الجسم إن كما رأينا هناك قوتين لنحدد مميزات هاتين القوتين عندما نريد تحديد المميزات دائما نحدد نقطة تأثير خط تأثير المنحة والشدة نبدأ بالقوة F إذن قوة F هي القوة المطبقة من طرف النابد إذن نقطة تأثير ماذا ستكون إذن هي النقطة المكتوبة هنا بالأصفر النقطة A لكن يجب أن تكون في هذا المكان يعني مكان التقاء النابد مع الجسم النقطة التأثير هي النقطة A بالنسبة للوزن أو تأثير الجاذبية هي النقطة G وخل مكان دي لخسومة زل نطلع واحدة شوية ماشي مشكل إذن بالنسبة لخط التأثير خط تأثير هو المستقيم A إذن بالنسبة للقوة F إذن مفعول التأثير إذا نريد أن نعرف دائما خط التأثير كنشوفه مفعول التأثير يعني التأثير شنو كي يحاول يدير إذن تأثير النابد يجر الجسم نحو الأعلى إذن ولا تبعنا هذا أو خط لا تبعنا المستقيم الذي يظهر وفقه التأثير سنجد أنه هو المستقيم G يعني المستقيم يمر من النقطتين A وال G نفس الشيء بالنسبة لتأثير الجاذبية أو وزن الجسم هو نفس المستقيم G المنحة إذن كما تعلمنا ما سيكونان منحة متعاكسة بالنسبة للقوة الأولى القوة المطبقة من طرف النابد سيكون المنحة نحو الأعلى القوة الثانية المنحة نحو الأسفل بالنسبة للشدة هذه اللي فيها شوية الخدمة إذن هي اللي سنمركز عليها بزاف ونستغل فيها قانون التوازن إذن لنحدد شدة هاتين القواتين نبدأ بشدة وزن الجسم هذه كما تعلمنا في الدرس السابق سنطبق العلاقة P تساوي M في J إذن P هي وزن الجسم و M هي كتلة الجسم الكتلة عدنا هي 400 جرام لكن سنحولها للكيلو جرام ستصبح 0.4 جرامنا هي شدة مجال التقال عادة كتكون عشرة أو لا لعطاك قيمة مختلفة كتستعملها إذن نعود الآن تطبيق عددي نجد أن شدة القوى المطبقة من طرف الأرض يعني وزن الجسم هي كم؟ 4 نيوتن نمر إلى القوة الثانية شدة القوى المطبقة من طرف النابد على الجسم إذن ماذا سنستعمل هنا؟ هنا سنستغل قانون التوازن الذي تعلمناه إذن ماذا يقول قانون التوازن؟ يقول أنه عندما يكون جسم صلب في توازن وخاضع لقوتين فإن القوتين لهما نفس الشدة إذن سنستغل هذه المسألة إذن الجسم دينا في توازن وخاضع للقوتين إذن فحسب قانون التوازن القوتين لهما نفس الشدة إذن بما أن الشدة القوى المطبقة من طرف الأرض يعني وزن الجسم هي 4 نيوتن أيضا فالقوى المطبقة من طرف النابدية كم؟ 4 نيوتن كان هذا كل شيء شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى درس مقبل إن شاء الله شكرا لكم على حسن المتابعة